الولد لما بيتقاله من مامة العروسة أو أبو العروسة إنه يا ابن إحنا عايزين كذا وكذا 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 وده فوق ما قدرته وهم عارفين ظروفه والولد بيحب البنت لو رفض هم ممكن يرفضوه ولو قال لهم حاضر هو كده بيتقل على نفسه ممكن ما يقدرش أنه يعمل إيه وهنا لازم يكون عارف مقدرته بصراحة ويكون صادق جدا جدا مع نفسه عشان كده قلت في البداية يا ريت لو أمكان هو يقدم للبنت نفسها أننا هقدر أعمل كذا وكذا وكذا والبنت بتكلم مع أسرتها وتشوف الموضوع مش إزاي فيه حاجة عايزة أقولها هنحن نتكلم في إيه دلوقتي ننسيه إحنا مش داخلين شركة وهنعمل محضر عند محامي من على إيه ده هندخلين في تكوين كنيسة تكوين أسرة بيت جديد بيت بني كلنا لازم نقف جنبيه ونقف نساعده فيه ناس كتير جدا بدأ حياتهم بالمتاح لكن قدروا يعملوا حق كتير جدا جدا يعني أعرف حد يقول لي أنا لما تجوزت تجوزت بغسالة عادية وبعد عدة سنوات جبت الأوتوماتيك طبعا هذا من فترة الجواز يعني ما بقولش إن ده هو النموذج نمشي عليه واحد تاني يقول لي أنا ممكن من فترة طويلة تجوزت بحمامات حمام عادي مطبخ عادي ثلاث سنين كنت فور ده كله وعمل ومسلا مش ميروح ياخد بنتي وخلاص بنتي مش لقى حد يتجوز لا ده بنتي وبنتي ناس وعيلة والأب نفسه يعني في أحد الاتفاءات قاعدين يتفقوا فالأب قال له خلاص المطبخ الخشب أنا هبعثه لك ده أبو البنت أنا هبعث لك المطبخ الخشب ما تشيلش هم كذا اللي اتنين مع بعض بيبنهم أنا عايز بس أول إن الأب هنا والأب هنا يكون متأكدين كويس جدا جدا الولد والبنت عايزين بعض طيب في مصطلح بقى انتشر برضو وسط الأباء والأمهات إنه لو أنا ما طلبتش كده من العريس أنا برخص بنتي أنا يعني هحسس الولد اللي قدامي إنه إيه إنه إحنا يعني سهل بقى أنك ترتبب بيها وإنه البنت مش غالية وإنه أهلها مش صارفين عليها فإحنا كده بنرخص البنت ده صح ولا غلط أنا أنا ده بتكلم دلوقتي المفاهيم نفسها المترسخة هنا ومترسخة هنا إيه هو أنا رايح أخطب دلوقتي عشان لقيت حماية مثلا بيتفاهم معي للظروف أنا أستغله بطريقة غلط أو أنا أقول عليه ده بنته مش لقيا أو زي ما بقوله كده عن نسط ولا بارت مش لقي عريس قبل بقى أي حاجة قبل بقى أي حاجة المفهوم والبداية أساسا ما بنيه غلط ده أنا بروحه بتقدم وبتمنى ما تكونش الإيد اليمين وتكون الإيد الشمال بتمنى ما تكونش خطوبة يكون إكلي يعني أنا عايزة هي لذاتها الأول والعكس البنت عايزة هو لذاته الأول عايز الشخص لكن حكاية من الأب هيقوله خلاص هات اللي تقدر تجيبه هو فيها بقى بيقوله كده بس بيقوله من باب التجمل يا ابن اللي بتجيبه هتجيبه في بيتك شوف أنت هتقدر تجيب إيه وإحنا نجيب معاك وفيها بقى بيتفقوا كده بلاش أنت تجيبه وإحنا نجيب إيه إحنا نمشي 50-50 هنجيب قد تنوم هتدفع جنيه هتدفع قصادة جنيه أحيانا بيتفقوا على كده وفيها أحيانا الولد يقول طب أنت هتجيب قد تنوم بكام بعشرين ألف طب أنا هنزل جيبها بخمسة وعشرين أنا هتفعل خمسة وكله جاي في بيتي فأنا عايزة أقول إحنا ما عندناش قاعدة لكن الحب أو التفاهم وكله بيجي في بيت ابنهم وبيت بنتهم يقدر يمشي الموضوع طيب الناس بقى اللي بتتشرط في الشبكة يعني قلتك قلت أنه من ضمن الثلاث حاجات المهمين نبقى على الأقل عنده يعني جاي بشبكة هدية لطيفة كده للعروسة بقى تفرح بيها في الخطوبة حتى لو كانت دبلتين يعني وخاتم أو أي حاجة حسب إمكانياته في أهالي لأ إحنا العرفة عندنا في العيلة أنه مش هينفع تجيب لها أقل من 100 جرام أو تجيب لها أقل من 150 جرام أو أنك تجيب لها طاقمين علشان تلبس معرفش طاقم فين والطاقم الثاني فين ده سلوى عليتنا كده يعني قدسك رأيك إيه إحنا بنقدم إنسان حل قيمة بنتي هو 100 جرام دهب ده بنت رخيصة جدا 500 جرام كيلو دهب بنت رخيصة وبعد كده لما أقول بنتي خلتها وبنت عمتها طبعا نعزل بنتي خلتها وبنت عمتها دول عايشين إزاي مع أجوازهم ممكن فعلا يكون جالهم شبكة غالية بس الظروف هنا والظروف هنا إيه تاني أنا بأكد على النقطة المادية لازم تكون موجودة بس جوهر الإنسان هو الأهم طيب في ناس تقول مثلا إذا كان الاتنين يعرفوا بعض وبيحبوا بعض فقد يكون هناك بعض التنازلات لأنه هم عايزين بعض لكن لو جواز السالونات يا ابونا وواحد متقدم لنا زيه زي عشرة تانين متقدمين أنا هحكم عليه إزاي ما هو لازم أناق إيه اللي يقدر يجيب الطلبات بتاعت بنتي ده لو جواز السالونات عشان هو مش عارفه أساسا فبيضطر يقبل الأمان لبنته في الماديات بالزبط هو بيضطر يعمل كده هو طيب لو ما قدرش هتفضل بنته عنده بالزات لو هي حيرة فيه عمر معين برضه هتضطر البنت بدون بدون إراداتها هتقدم تنازلات ترجمة نانسي قنقر